الليلة القصص مثيرة للجدل القصة اللي رح نسمعها هلأ والشخصية اللي رح حاورها هي كمان مثيرة للجدل رح حاور راقصة كتار منكن هلأ رح يقولوا كيف بتحاور رقاصة بس خلونا شوي نشيل أحكامنا ليمكن هي يكون صح أو غلط لأنه منحق هالإنسانة أنه نسمع له اليسار أهلا وسهلا فيك هلو هلو كيفك مليحة ماشي الحال الحمدلله الشعرات زابطين كله تمام رح نحكي اليوم رح تخبريني قصتك قصتك شو لاي بدك هيك تيأس العالم بقصصين قصصك بتيأس إنه لأ فيها شوية دراما عكس ما بشوفون العالم على المسرح شو فيها؟ إنه على المسرح أنا فرح شي طايرة مبسوطة فرحانة سعيدة عم تفرح العالم وعم تساعدين يعني بقلون أنا بيع فرح بس وسعادة بس العالم ما بتعرف شو بتشتري؟ اللي بيبيع بياخد شي بالمقابل؟ لا أنا ما بياخد خير حديث وين؟ شو بيرجعلك؟ هو اسم الحلو أنا هيدا هو اللي بيرجعلي بس وراء الكواليس شو فيه ما حدا بيعرف شو في وراء الكواليس شو في وراء الكواليس نحن الليلة نحن الليلة وراء الكواليس أوف ايه مش علمسرح مش بستيج ما في ناس عم بتزقف ناس بده تسمع وبده بده تحكم شوفي أنا أنا شخصين فرد شخص شو يعني؟ يعني أنا بنهار إنساني عادية اللي هي إماري عم تتخابط بالحياة فيها المر أكتر من الحلو وفي عندك أليسار اللي بتكون عالمسرح أليسار اللي عالمسرح الناس بتعرفه راقصة مغرية جميلة بتبيع فرح متل ما إلنا ماري شو بتعمل بالحياة اليومية؟ إنساني عادية بنهار فلات مش حطرموش لابسة عادة إنساني عندها كل أقلا كلمة بتبكيها أقلا كلمة بتحزنها قلبها طيب عندها مشاكل بحياتها خابطت بالحياة تتوصل شو؟ شو مشاكل على ماري؟ شو بدك صحيًا بدك مشاكل بشغلي؟ أعطييني 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 حبّة 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 من ذلال؟ أخ حرام عليكي ولا مع بالين؟ طيب أنت سأليني لأنه أنا عند كتير قصص أقدت زعّم قلتي لي صحيًا إليسار بتحبّ قلّك إليسار أو ماري أول شيء؟ لا خلينا إليسار ليه؟ ماري مش هي الحقيقية؟ مين الحقيقية؟ ماري إيه خلينا قلّك ماري أوكي ماري شو شو اللبّي وجّع ؟ رأيت بظروف كتير صعبة صحية لدرجة انه كنت فايت بعلاج كبير عمدة سنتان شو صحة نفسية لا صحة يعني عملت عملية كبيرة صار في خطأ بالعملية وضلت تسعة تشور قاعدة بالتخط شو هي العملية عملية تلايف برحم وكانت كتير يعني تلايف بطريقة يعني حتى الدكاترة كانوا شو هيدا شو هالأحجام اذا كان عمرك وقتا؟ هيدا الخبرية من سنتان ونصف وكان بتعرف من بعد هالالعلاجات اللي بتخديهم الكورتيزون والأصص وعملية غلط عملية غلط صار في خطأ بالعملية اللي هو بالجرح وضلت من بعد عملت انفكشن كيس التهاب أبسيات جاعت عدت الجرح وما ليزم الجرح يبين لانه أنا بتسيب الرأس لازم بتعرف هيد منطقة البطن فكان عندي جاعت عملتي عملية تجميل لتغبط الجرح ايه وشلت الأبسيات وكانت فترة كتير صعبة بتضلك انا بدي عم بعمل هك ما حدا نعارف بس تعرفي بتسمع انت قادات العالم ليه زاد وزنك ليه منفخة ليه كذا ما فيك تبرره والله جاية صحتك بينكم منحالك وتقول لي جاية صحتك ليك يا ريت جاية صحتك يا ريت عم بيكل ما أنا محرومة وهيدا الشي بيعمل بيعمل الكقابة بنيك تحرم حالك من الأكل وبتوعي صبح منفخة من الأدوية قداب بتخبي مشاعرك بشكل عام الحقيقية ماري عندي قدرة كتير قوية ان اخفة اخفة داني بستروس كانت ترقص وبعدين رحت انتحرت يعني شوف قدي في مصاعب بحياتك ايه وعنا انتحرت مرة بس خلصتني اختي نحسا ايه 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 كان عمرك وليه 2010 اوكي ايه وصلت لوقت حسات الدنيا سودت خلص بس بدي ارتاح ما ما بقفينة يعني يمكن بعرف انه انه بقوله يا الله سمحني على هالخطوة اللي عملتها بس نكمل انهي حياتي ها اول مرة بقوله يمكن في كتير ناس ما بيعرفوا مش فكرت انتحرت اخدت علبة دوة وانتحرت وضلت ثلاث يام بالمستشوة ما بتذكرشي تعرفي عطول كل اللي حولي يعني اول مرة بدي اقوله كل اللي حولي ولا يوم بفكروا على السبب اللي انت ليه عملت هيك كله بلومك انت زعلت المسيح انت ساعدت بصالب صار فيه هون هجوم بتفوت بتقنية من كل اللي حوليك انه بس تمنيت انه تفضل يا علي السادس مثلا اقرب الناس لقلي يفتشوا على سبب ليه هيدا الانسان انتحرت حيملي اكتر من طقته يمكن بالضحنية يمكن بالضيئة مديا يمكن ضهر عم يجعش بق الهواء يعني في الف سبب بس ما حدا سألكم ما حدا مخبرتك ما حدا مروح ترفي انه انت انت انتحرت لانه هيدا ضد الدين هيدا كل الكلمة اللي بتسمعي يمكنني اسألك وتخبريني هلأ الي لانتحرت شوفك قلتلك الف سبب مجموعين سبب واحد اللي هني انه ضغط ضغط الحياة يعني بتعرفي وقت طبيبي نفسي قال لي كلمة قال لي براستو ضغط إلى تنفيسي انت مع بتنفسي قال لي انت مع بتنفسي ضغط مادة ضغط عاطفة لا مادة حمد الله انه كان شغلي ماشي بس الدغط هو انه ما في عيد انا بنت بلشت رأس عمري خمسة عشر سنة ما في عيد ما في برسدي ما في كريسماس في شغل في حياة بدي كتبنيها وحياة صعبة عم تمبنى درجة 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 ومرات تتعسري بترجع الوراء جاي كان وقت باك عيد الفصح الفصح كله مبسوط بدي روح زور سبع كنايس ومبسوطين لأحد بدون يتغدوا انه انا لأحد ما في عم جامعة العائلة اتغدى انا لأحد انه السابت بدي كون نايمة يمكن ساعة أربعة الصباح من بعد شغلي ما فيهم اتغدى مع عائلتي انا من حرمت سوطل مطرح سير هيك يرجعوا لوراء لوراء انه شو هي حياتي اطلع على المسرح متحملة 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 ما بمثل على المسرح ما بمثل قلتلك على المسرح بلبس شخصية اليسار لدرجة انه ضحكتي ما بتكون تمثيل بتكون ريلي هيدا بتعبني اكتر انا الي بسيكولوجس قلته انا صرت عندي انفيصان بالشخصية قللي لا انتي مرة سوبر قوية قادرة تفصلي قللي انتي فوليز قلتلك انا كل شي حوالي مفكرني فوليز مبحس مبعطش مبجوع مع بالي عيد مع بالي اصهر مع بالي روح اتعشى معرفقاتي ما ما فكر انه اليوم لازم حط ميكب اطلع ارقوس ما تلي اني فوليز قال لي انتي مرة قوية فوليز قادرة تفصلي انه ممكن يكون حدا ميت لك قبل المسرح تطلع عشو مهور ترقصي وتضحك وما حدا يعرف وصارت فيه عشت هيدا تجربة وكذا مرة مع حدا قريب عشتية عشت بوافاة على ارحمة ستة طلعت رقصت وعشت بقرار يعني اول مرة بحياتي كنت بقدى اخد قرار بثانية انه بطلع برقص ولا ما بطلع برقص هم هو رفيق رفيق و بتعرفي قدار راكصة بيكون عنده ضهبة ايقاع معه الو سنين صحيح ما فيها تشوف كرستو فاضي او هو مع الو سنين بيعرفها من الحركة انه هلأ لازم تنزل على المسرح او عرفت شو يومتا انا كان عندي كان هاي سيزن بالبلد كان عندي ثلاث مطارح ثلاث وصلات رأس باول وصلة لازم كان يكون موجود معي قلت انا ديقل له ما يرد قلت امكي نغطس بالنومة قبل بيوم كنا ماخرين بالشغل شخص بعد سبع سنين عشرة عمر بتقولي بسيطة ما يجي اليوم تعبين خليضة كان عندي وصلة تانية ما بيكون موجوده بده يروح على المطعم اللي بيشتغل فيه يومي دا قولي انه ما وصل هذا الشخص اوكي و انا هون عندي performance المطعم فيه 800 شخص انتيقة بالصيف فيه 800 شخص و بلشوا احلي ودقولي من سوريا انه ما بردع سوري هو نعم ضابط ايقاع سوري اه الله يرحمه اه تليفون امدق من سوريا امدقولي من المطعم وينو انا مستحيل يعني هللا الوقت بيكون واعي دقيت على محل ما هو ساكن قالوا لي ما بين اليوم رجعت دقيت بركة عمل كريس كاردياك انه بلحق دقيت له الامبولانس هذا العنوان ممكن كون عامل خلينا نلحق هون قدامني الماسترو اليوم انا انا تليفونين عدانتي وتليفون باية عم يشتغل وصوتك وصوت اليوم اليوم بيقول اليسار ملكة الرقص الشرقي اليسار وبلشت الغنية انا هون قالوا ايه شو بقلي فتحنا الباب بسمع الخلعة الباب متوفى لا لحقوا طلبوا لي امبولانس ضابط الاقاع فراس بربور الله يرحمه اه اه تعرفي صارت تفكر بعيالته بسوانة هلي بيجيك ألف فكرة بثانية اه اجا مهندس الصوت قليسار ستاج قليسار انا واقفة بطلع ما بطلع بطلع ما بطلع اخذ بيه التليفونات ودفشوني بيك كان معيك والدي كان معي دفشوني بس انا ما بدي اطلع اندفشت على المسرح هون كان هيدا القرار انه بدي اطلع ما بدي اطلع بس انا طلعت على المسرح انا كانت وصلت 25 دقيقة انا رقست عملت جو انا اكيد يعني انا بطلع بالفيديو بلاقي انه بتسامت دبلان لان انا عارفة بس شخص عارف محد انا عارف بس خلصت انشاءالت نزلت عندي بعد مطرح لهو كرستو حتكون فاضيه تعرفي والمحال فول قلي صاحب الشغل قلي قلي سار انت الاساس بالمطعم بليز ما تفوتينها بالحات رقصة 10 منتز انا كانت بلا رموش عم ببكى وقفت على المراية هون قدي بتلعب المرقتين ماري واليسار الشخصيتين ماري واليسار انه يقوى بعد ماري وقفت على المراية انت هلأ اليسار فيه ناس عالمسرح ناطرينك بديك تطلعي ترقصي انا المانتجر ماري مانتجر اليسار بديك تطلعي والعالم ما تعرف وعن جد تلعت بس ما قدرت ارقص ساعة كاملة رقصة التلت ساعة ما حدا نعرف بس بس انزلت كان يعني الانهيار الكبير سو العالم ما بيعرفوا ماريسار رقصتي بعرس حبيبك مره ملحقت ارقص لانه كنت بين انه حقيبة عن الوعي ولا شو صار وقتا رح صاف كنت صغيرة كان عمري شي 18 سنة كان اول حب بحياتي وبعد عيلاقه شي سنتين قالوا لي في عرس البس بدلي فاتحه بالمطعم كنت محتر في الرأس ايه انا كنت برقص يعني يومي بهيدا المحل سو طلعت البس بدلت عويك عم برش بارفان يلا بلشت الزفة فيتي انا ومبروك للعريس كذا طلع عملت هيك لهو كان حبيبك بوقتا يعني قبل بيوم كنت عملت عشة ومع بعض شا عملت بصراحة ما كفت لا ما قدرت بلشت وقتا كنت صغيرة وما عندي هيد القوة انه يمكن لو هلأ بتصير فيها عادة بطلع برقص وبزلغط له ولا بتفرق معي ولا حدا حيعرف انا شو بني بس بوقتا كنت بعمر يعني مني مني قدرة كتير خبة او اقدر اطلع شخص تاني على المسرح أكلت صدمة يعني ونزلت كانت صدمة عاطفية كتير حلوة أليسار إليك أكتر من خمسة عشر سنة بطلعصة بعض الرأس حلم ام صار كيبوس ببعض الأحيان كيبوس ايه لأنه بتعرفي صرت بمطرح عبالي مثلا مرات اعمل عائلة بصير فكر بابني او بنتي بكرة بالمدرسة حيقولولو ابن الرقاصة او بنت الرقاصة لأنه ريت مرة مقابلة لفنينة هي زيزة مصطفى كانت راكصة اعتزلت الفن الرقاص كرميل بنته لأنه أول ما فوتت على المدرسة قالوا لابنت هي ممثلة من شلبي كتير مهمة قالوا لابنته بنت الرقاصة فطرف هايدي الشغلي هلأ صاحي بقلب انه أنا بدي أعمل عائلة ولا مح أعمل عائلة هل إذا انتي لأيت الرجل بيحب أليسار متل ما هي بتناقضاته ماري وأليسار ودي بدو يطعب لأتي أولا لأتي بتحبي؟ ما عم دور موقع تباق ما يعني ما حبيتي؟ بلا أكيد بحب أكيد بعلاقة يعني بس أنه ما بفكر بتعرفي كمان بفكر بب هكون صريحة معك بفكر بما ترح أنا بدي أجني على ولد يشوف واحد بالمية من التعب والعذاب أنا شفته لأ ما بدي جي بروح أحد دنيا نفعل قد إيه إيه أنا تعبت حياتي بس عم تقصي على حالك أنت عم تقصي حالك على خيار كمان المجتمع قصصك عليه أنت عم تقول المجتمع بقول بعدين ابن أو بنت الرقاصة طيب بدي جي بروح أنا 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 إذا دناي نازل من قلبي أنا حنوني لدرجة أنه إذا ابني نازل عن قلبي وطلب مني شغلي ما في يجيبه بيع كله وتلع جيبه إياها أنت فخورة أنك راكسة؟ أنه بحب كريارتي أكيد بفتخر باللي عملته طبعتي أنا كل الوقت أنا ما عم يقول لك رقاصة أنا عم يقول لك راكسة لما الناس تعمل معك كراقصة أو رقاصة شو شعورك أنت؟ لك هون الناس اللي بيقولوا رقاصة يحلوا عني يعني ما يدقوا لي يحكوني على عرس أو أنه أنت الرقاصة اللي صار يحلوا عني حتى لو دفعوا ليك مبارك؟ لو دفعوا لي أدابتك بالعرس أو بالحفلة شو بتحسسك هالكلمة؟ لقي هي الكلمة بمصر كتير عادية الرقاصة بس بمصر وعد فكرة أنه بتكون تحقير بس هون بلبنان لما يقلك أنت الرقاصة بهيدا الطريقة هيدا الشخص يحل عني وما يحكي معي قال لي سار اليوم نحنا بالـ 2020 في كتير ناس من اللي عم بشوفونا بيتطلعوا للراقصة سهلة جسدة مباح في هون كلهم يحصلوا على جسدة ويتمتعوا بالنظر لجسدة فهي بالتالي بيتمتناول الجميع هل تعرفون أن يفكرون أنه يمكن أن يظاتي مصاري found he YEEHa قلّرت يظرOP لا وما هو الحقيقة؟ serumاته quelle null�ة ما هو الحقيقة؟ رأي هذا الهي هي هي persönهو الع экспномار وهيدوي يبدو للعمق يبدو للعمق يبدو للعمق بك II يبدو للعمق عندما يكون المصرحانا بالجلد شونهما نتعب ولكن نفصل على المصرح ليس أمس المرآل الحاجة في السراح أفكاره الظلي لا مش سهلة المرأة الراكسة اللي هي انا حكي عن نفسي انا مني سهلة انا بحب انسان ووفية لقلو انا اذا صار هو وافي لقلوك في رجل وافي ما في رجل وافي لا تكون مرأة اذا جانيفر لوبز خينا بين قفلك بعدك ما لقيت الرجل بحبك لجوة اكيد جاوز كل شيء انا ما بكون مع انسان بحياتي ما بحبني وبيعطيني بوش او بيعطيني طاقة سلبية ما بكون معو ما بكف معو انا مع انسان بيعطيني بوش بصراحة قليصار اندمتي انك اخدتي هيدا الكارير بتحبي بس بتندمي باندم انه كان قراري كان بدي حدا يمسك لي ايدا به هيدا العمر اللي هو خمستاشر سنة كنت هون صرت بستاش لما انا تركت المعهد التمريد انه كنت ممر ده كنت عم بعمل تمريد بالمعهد اوكي كنت عم كف علمي وعم برقص لانه ما كان عبالي بقى روح بصراحة احكيك اوتوبيسات على المعهد بدي روح يمكين مرتاحة ما بقى بدي اتشنشط يعني التمرد على الواقع المعيش هو اللي خليك تروحي على الرأس فقلت برقص بكف علمي انه لي انا مثلا ما بحط شخص يخدنا او مثلا بجيب سيارة لبي بوصلني هو الصباح ويجيبني عرفت كيف ايه بنضم انه مكان معي هيدا بدي اقول للكل بنت ولكل شبع بمشاهد السلح في ايدنا انا وطربت لمطرح انه لازم كانight ما كانتت تغير ه残ه هيدي خالما شو كانت تغير رب blues رب blues رب청 رب applying ن lithium الرأس appointment اما انا متعلمة رب رب � seen نحنان قبل ايمان وقت قلّك تلعي على المسرح؟ بيّ ومهندس الصوت بيّك رفض مهنتك شي مرة؟ ايه بيّ بالبداية ما كان أبداً مشجعني يعني شو بدّك روح تعلمي ما كلنا تعبنا كلنا لازم نتشنشط بالحياة وإذا رحتي أوتوبيسات وإذا لازم كيف اقتنع بعدين إنه مهنتك عم بيروح معك؟ لك كان عندي استاذي بالمدرسة كان يعلمنا أدب هذا الله يرحمه توفّة كان معلّق كتير كلامه كان يضل يقلي ماري يأس ومتيقصة يأس ومتيقصة يأس ومتيقصة هيك فلتخليني يأس وما يأسني لبيّت يأستي يأست وما يأسني يعني ما قدر أنه يسيطر عليّ بأنه لا 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 رأسة كانت أول شي بالبداية ولدت حدّ رجع بيّس أتنع خلاص أنه رضي بالأمر البيع لأنه شايفنا إنه شو عم بعمل بالعكس فيها تعب اللي سار أنت بكل سهرة ترقصي فيها أنت يعني مثار إذا بدك أنت مغرية للرجال كل رجل بده إياك ممكن يصير فيه تحرّش ممكن تسمع كلام بذيق مزعج ممكن سير فيه فعل بذيق كيف تحمي حالك؟ شوفي فعل بذيق ما بسير معي لأن أنا بطلع من دغري على ستاج بشوفني على المسرح بس أنا كأنه إيثارة، أي بعرف حالي؟ تتعمّديها؟ الإيثار بتحب تكون مغرية بتحب تكون موثيرة ليه؟ ما بتنفعك الإيثارة؟ إنه طبعي بحب لما أكون إيثارة على ستاج بحب كون ملفتة أنا بعرف إنه أنا بومب سكسويل على المسرح أنا عارفة هيدا الشيء كمبلة جنسية على المسرح؟ إيه كمبلة موسيرة مم تنبسطي به الشيء كمبلة إيثارة، إيه بعد عشر سنين، أين بتشوفي حالك؟ ما بعرف في مدة صلاحية لرأسة؟ إيه ما بعرف أمشو في حالي، بس أنه بعد ما بكون دقت بالعمر عشرين سنة يا أختي بما أنك كثير صغيرة عشرين سنة أنا بحبك رابعة ليه بدك تفتحين الجروحات؟ لا وأنا بحبك ما بعرف وين بكون ما ليه؟ ما شو؟ أنا بحبك، ليه بدك تقهريني بالأفكار هيدا؟ لا أرجو، قليني شو بتفكري؟ تكوني؟ وين تتخيلي؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف هلأ بيصير يقولون العالم عني بومي بطلت بكة من أول قاعدة لآخرة مدمعه هلأ ما بيشوفوني هيك هلأ بمعطلت بكة؟ بس هيدا حقيقتك؟ بيطلع لك مرات تبيني ع حقيقتك؟ ليه حاطة رموش شفتني لأمش ملذأ رموش كتكتك؟ عم تفكري دايما برموشتك ومتحكي؟ أبنين عم ليه أنا بحط رموش قصد أنا وعلاد بزع رموش تما إذا زعلاني كثير بكتر طبقات رموش تما إبقى أول غنية رأستي بدي أغير لك جاوري سار أول غنية رأستي عليها بالبيت شو كانت؟ من غير ليه تعرفي هالغنية أنا بحبه من أول ما سمعته كان عمري عشر سنين يعني وقتا عبدالوهاب عطيها لهاني شاكر بهذا المهرجين بتذكره ما حلو الأسئلة هيك أنا بحياتي ما بحب حدا ليه وكيف وليش عايشة من غير ليه من غير ليه صative كتوقف عطاولة هيك والرقص ورفقاته يزقفوا وليه قبل ما أختم مع رقصة لأننا كأنا بت小insi حلّا فنفس الإحساس ما بدأعك في تجربة تحسيها ما بتقول لك البنة بعمرك هم بتحلم بهالحياة؟ لا بدي قولها ليش للبنت اللي بعمري بديقولها الاصغر مني اللي ع بتشق طريقة هلّا حب حارك ما حدا بدملك ما حدا قد ما طعطي هيجي وقت كله يتقل عنك حبي حالك وضبي ما صاري وتعلمي خدي اكتر ما طعطي وما تغلطي غالطي من غير ليه؟ ما حقدروا رؤوسها يعني كنا قبل حكينا نحنا وقالي صار انه رح تختم الجلسة برأسه بس بعد هالدموع بعد هالوجع بعد اللي حكيته بعد تقد ما كان فيه دعا ترقص اشتركوا في القناة